موسيقى موسيقى او حتى بيكون شي عادي بينما الهجميع debeكون فيه التشخيص معين هنا عدة انواع لكن هو المزيد نتحدث عن الماعipse يكون فيه عدة وريد أن يكونول على كانوا ل wiele مرة عائلة تثير اهم اثنين من منهم الواحد يتعلم المهمة بهเถอะ بطل يجد فرح و بطل عنده رغبة بالاكتفاتيز اللي كان يعملون من قبل وثاني واحدة اللي كتير مهم واحدة منهم تكون هي feeling of down يعني و depressed بيكون المود يعني طابعون زعلين مثل ما قلنا مثل الزعل بس هي بده تكون على اكتر وعلى وقت طويل في غير اشياء ممكن تكون موجودة كمان بده يكون فيه كراتيريا يعني مثلا نجد يكون فيه خمسة فيه كراتيريا معينة سمتمز معين يجب تكون موجودة فالباقيين فين يكون خاصون بالاكل فيه الواحد يكون عم بياكل اكتر فيه يكون عم بياكل اقال فيه كمان الوزن ممكن يكون عم بيتغير هلأ وصلين لموضوع الاكل الوزن ممكن يكون عم بيتغير كمان من وراء قصة الاكل بلا ما الواحد يقصد يعني ما بيكون عامل هو ضايت او قاصد ممكن ينصح او يضعف فيه كمان النوم يكون عم بيتغير يمكن يكون عم بينام اكتر او اقال كمان هناك شيء آخر يجب أن تغيرها بحاله مثل طريقة تفكيره يصبح الأشياء يبطأ يمكن أن يفكر بذلك الطريقة يمكن أن يفكر بطريقة الضوء يمكن أن تفكيره التفكيره يتغير يمكن أن يفكره عن شيء خاص بالموت يمكن أن يكون عن الانتحار أو الموت في الواقع حتى الجسم يصبح كله تعبين يجب أن يشعر بطريقة الضوء يجب أن يقوم بطريقة الضوء ماهو الفرق بين الأنكزايت والديبراشن يعني القلق والكقابة كيف يمكن أن يفرق بينهن؟ هناك أشخاص يتخربط بينهن يمكن أن يكونوا موجودين اثنين بذات الوقت عن ذات الشخص ولكن هناك فرق بينهن الديبراشن أكثر على الموت للشخص يكون الواحد يشعر حاله كثيرا ويتغير نظرته لحاله للعالم والعالم الذي يشوفهن والعالم في الواقع يبطل لديه الكثير من المستقبل لا يشعر أن يصبح شيء جيد في المستقبل بينما الانكزايت يأتي أكثر عطلانهم يصبح عطلانهم كل الوقت ماذا سيحدث أو ماذا سيحدث يصبح لديه أفكار يصبح أفكار يذهب بسرعة ولم يستطيع أن يسيطر عليهم ويصبح كمانا فزيكيا يمكن أن يعرقوا إيدي ويضيق نفسه يعني السمتمس تجين في كثير من الناس يستهتروا بهذا الموضوع وما بيعطوا أهمية مثل ما لازم إن كان معهم هن شخصيا أو مع أولادهم مثلا معقولة يمكن هالإهمال مثلا يولد مشاكل كثير خطيرة لبعدين أنت شو رأيك بهذا الموضوع أكيد إذا هملنا المشكلة مش رح تنحال وبالعكس يمكن تصير أكتر أصعب مع الوقت لتنحال ويمكن تصير أضرب لأن السمتمس ممكن يصيروا يتراكموا مع الوقت أكيد لازم ننتبه لهذا الأشياء بس أول شي نعرف إذا التشخيص مضبوط أو لا يعني أجان مش أنه يكون الشخص بزا علينا شوية من شيء صاير معه ورح تنحال لنروح نكبر له المشكلة بس ذات الوقت إذا في مشكلة انتبهنا أنه هي عن جد ممكن تكون كبيرة أو أنه خاصة بالدبريشن إيه أكيد لازم ننتبه له إذا ما نتبهنا له بدأ تأثر على حياتنا يعني ممكن تأثر على عدة مجلات من حياتنا فيها تكون بالشغل يمكن بلش نقف شغل أو نقف مدرسة أو جامعة يمكن علاقاتنا مع الأشخاص إن كان بالشغل أو ببيتنا مع عائلتنا مع أصحابنا ممكن تكون عم تتأثر وممكن تزيد الريسكي بحياتنا يعني لحنا لحتي نجرب نحل المشكلة بطريقتنا بدل ما نكون نحلها بطريقة صحة ممكن نلتجئ لغير طرق مثل الدراجز أو الكوهول أو نروح نعمل شيء مش مفروض يكون عم بنعمل لحتي نحل المشكلة وتزيد الريسكي بحياتنا من ناحية تانية مثلا يمكن نسوق بطريقة متهورة ومنعود ننتبه للأشياء ومنعود نعطي حالنا إيمة وللعالم اللي حوالينا حتى ممكن تأثر على الإشياء الفيزيكي يعني العالم اللي عندهم مشاكل الفيزيكي تانية يمكن يهملوها من ورا إنه مثلا عندهم ديبراشن في كتير عالم عندهم مشاكل قلب مثلا ما بيعودوا يروحوا عند الحكيم أو ياخدوا الدواء لأنه هنا ديبرست واردي ماملاقيين إنه فيه أمل يتحسن وصوب شغلة بتجر التانية وصوب تصير أضرب وبتنصحيهم مثلا يزوروا حكمة نفسية في كتير بيعتبروا عيب مثلا بمجتمعنا أو غلط أكيد متل ما الواحد بيكون معه مشكلة بجسمه ممكن يكون معه هلا مشكلة تانية وهن كلهم يعني مخص إنه إذا واحد شغلة نفسية بس ما هادي رح تأثر على غيره والجسم كمان بيأثر على النفسية طيب وش هي الأسباب اللي بتولد هادي الكقابة مثلا هلا بالحجر المنزل شو اللي عم بيخلي الناس تتأثر نفسيتها هل بسبب إنه كانوا محجورين وما عم بيقدروا يظهروا يظهروا أو الوضع ككل مأثر عليهم أكيد شغلتين بيأثروا كل شي رح يأثر على الشخص ممكن يكون تأثير ممكن تكون هي مثل تريجر واحد أورادي محضر ليكون عنده هيك شيء وبيجي عليه تريجر أكيد بالحجر أول شيء كل حياتنا تغيرت يعني كل النظام طبعنا الروتين طبعنا العالم المعودي على الروتين وهي بحاجة لأقله لتنظم نهارة كمان خسرته وبلس صار في ايزوليشن يعني بطلنا كتير عم نقدر نتعاطى مع العالم اللي كنا نشوفهم قبل إن كان بالشغل وإن كان بغير مطارح وبطل فينا نشوف أصحابنا مثل ما نحب مثلا إذا واحد زعلين فجأة بيروح بيظهر أو بيروح عند أصحابه وما بعد عنده هيدا الشيء أكيد فينا نحكي عالتليفون بس تنظى سيم بلس في عالم ما كتير عم تستعمل كل بساية اللي ممكن تستعملها تحتى تتواصل مع غيرها فإذا واحد تحسس حاله لون لي هيدا الحالة بتكون ترجر كتير قوي وكمان في الوضع العام بلبنان يعني مش بس الحجر بأسر كل شي الاقتصاد والسياسة ومجرد ما نفتح التيفي ونحضر الأخبار هيدا الحالة بتزعلنا فكيف إذا نحنا في إشياء كتير بحياتنا أكيد ستترجر شيئا أكتر يمكن مثل دبريشن أو غيره نظبط جين شو وضع الأكل بزمان الكورونا هل الكقابة بتولد الجوع تجعل الواحد يحس إنه جوعان أكيد الأكل اللي بيتأثر مثل ما قالنا واحدة من السمتمس تبع دبريشن هي عن الأكل إن كان نأكل أكتر أو أقل بس مش ضروري الأكل يكون ريليتد للدبريشن فيها تكون خاصة بغير إشياء غير دستوررز أو حتى مش هل إشياء فيها تكون إيموشنال إيتنج كتير منها بنعمل إيموشنال إيتنج يمكن كمان بلا ما ننتبه حتى بحكي شو عن إيموشنال إيتنج إيموشنال إيتنج وقت اللي نكون عم نأكل حتى نعود عن شعور تاني تقريبا يعني ممكن نكون حسين حالنا زعلانين أو لون لي أو مثل في فراغ جواتنا منجا منعبي بالأكل أو منزيح مشاكلنا عجنب ومنحلها كايند أوف شوي بالأكل بس ما نكون حالينا المشكلة لأنه المشاعر بعدها موجودة ورح ترجع تتكرر كمانا طب جينا شو الأكل يلي هيك بحسن المزاج هلا كل واحد بيحبه الأشياء طبعه فكمان هاي شغلي مهم ننتبه لها يعني وقت اللي تكون ما انه جوع ويكون إيموشنال إيتنج عادلاً بيكون نحنا عبالنا شي ما بيكون انه ولا جعانة وحيالا طبخة ممكن تلب الجوع لا مثلا بيطلع عبالي تشوكولت أو بيطلع عبالي شي معين هاي بتكون اكتر كمانا إيموشنال إيتنج والطريقة اللي بيكل يعني بيكل بلا واعي وانه يلا بست حتى سد هيدا الشعور اللي عم بقطع فيه مثلا الموز اللوز الأشياء اللي فيها ماجنيزيوم والأشياء اللي بتعطي دوتامين اللي هو النيورو ترانزميتر سوفيك كمان تحكينا عن هيدا الموضوع يعني شو هين الأكل اللي بيعته بلاجر أكيد نحنا نعرف إنه لتشوكولت مثلا لتشوكولت أكيد واحدة من النون بس كمان مضر وعم بيزيد تخلي العالم تزيد وزنه من ورا هالأكل كتير مهم الواحد هو وقايم يروح يأكل ينتبه عشان بياكل يعني إذا وكمان إذا جعان أو لا إذا مانو جعان يشوف كيف يحل هيدك المشكلة أو يجارب يقطع بالإموشنز تابعه لأنه طالما عم نحطهم عجنب ما رح نقدر نحلهم فيا نقطع فيهم ينليئ لهم حال يا أما إذا خلاص ملاقي إنه يا جعان ياكل حتى لو انتبه في ناس تنتبه إنه أنا عم باكل أنا من ورا إموشنال إيتنج ستل إتس فاين إذا قاموا أكلوا بس قتليس صاروا أوار فمرة عمرة بصيروا ينتبهوا وخاصة نوع الأكل يعني الشوكولات وغيره هلا إذا فيهم يستبدلون بأشياء هالتي أكيد أحسن يعني الأفضل أصلا ما يكون عنا مخزون شوكولات الأفضل إنه نكون مخاليين عجنب أشياء هالتي ممكن إحنا نروح عليهم إذا حسانة دغري ويرجانا بنج نروح على شيء يكون موجود هالتي ما يكون عنا سطاك كتير قوي يعني شوكولات وشيبس وإشياء بس جين شو أفضل طريقة وكنترول هيدا الإيموشنال إيتنج اللي عم تحكي عنه شو في يعني وسيلة مثلا نستخدمها كرميل نبعد يعني نشغل راسنا بغير شيء اوك سو أول ستاب بونس هن انتبهوا لأنه عم بيعملوا إيموشنال إيتنج ساعتا يتوجهوا تذات يعني يجربوا يا أما يحلوا بينهم بين حالهم أو يستشيروا حالا مختص بينهم وبين حالهم إذا كان زعل بدنا نشوفهم من شو وكيف وصمتا يحلوا بس يقطعوا بالزعل يعني مش ضروري أنه خلص هلأ بدنا نلاقي حل وبدنا فجأة نصير مبسوطين إذا في شيء نزعلنا فيه بحق إلنا نزعل ونقطع فيها فينا نكتب مشاعرنا فينا نعبر عنا فينا نلاقي نحنا طرق منعبر عنا رسم ميوزيك آرت نحنا فينا نكون عم نعبر عنا حياتنا كمانة بالبت في كثير عالم مثل ما قلت بتحب ترسم بتحب تقرأ ممكن هالشي كمان بيخلي الواحد إنه يلهي تفكيروا عن الأكل صح فينا نعبر وقتنا كمان ممكن إذا زهق الموضوع الإموشنال إيتينغ نعبر بغير إيش يزهقني لا إيش يحنا ممكن تفيدنا إنكان إقرايا وإنكان شي هابي ننبسط فيها مش ضروري نعبر وقتنا فيه كون شيء إنه درس وهكي كون شيء نحن نبسط. لأنه إذا قررنا أنه بدل ما أكل رح أدرس، قد بدأ أنه ما رح رح أرجع أكل. فعبي بشي أنه أنا مبسوطة وأنه أنا راح أرسم. أنا راح أعمش بحبه. جين موضوع الكقابة أو الانيكزايته هل هو ويراته؟ بنسمع كثير مثلا أنه حدا من أفراد العائلة بيكون بعانة من الديبراشن. مثلا بيطلع أولاده كمان بعانه من نفس الشي. هل هالموضوع مضبوط؟ هناك شقفة منا ويراتة أكيد بس هي منا كل شي. بكل الأكترية الدسوردرز أنه أكيد في شقفة نحن بيولوجيكي كيف وجيناتيكي. ويراتيا إذا عنا عالم بالعائلة عندهم ديبراشن يكون عنا هاي الرسك بس إتصال هاي الرسك مش يعني ضروري نحن. لأنه في غير فاكترز أكيد. في مثل ما قلنا البيولوجيكي فيه سايكولوجيكي فاكترز نحن كيف منفكر نحن هاي برسيب ثانجز. يعني ممكن ذات الشغلة تصير مع شخصين كل واحد يخذه بطريقة. لذلك نحن كيف نتحدث الانفورميش اللي عم تقطع معنا وكيف نحن نتعامل مع الفيلنجز. واكيد الانفيرومنتال فاكترز قديش عنا سابورت من العائلة قديش كل شي كيف بيأثر علينا. جين فيك تخبر لنا شوي عن غير دسوردرز يعني غير الانكزيتي والديبراشن. شو فيه اكتر شي هيكي بتحسيها ظاهرة عند العالم وشو هنا العسباب؟ هالفتره اكتر شي عم بيكون انكزيتي وديبراشن مثل ما قلنا. الأسباب هلأ أكيد في غير دست أوردرز وفي إيتنج دست أوردرز ممكن تكون هلأ تريجرد في كتير إشياء بس هولي أكتر شي الأسباب أكيد هلأ في عم نتأثر بالحجر وبالوضع ككل هول فيون يكونوا تريجرز للإشياء اللي عم بتصير معنا الحجر لحاله أورادي غير كل نظام حياتنا وهذا الشيء أكيد بأثر علينا يعني ما بقى فيه أنه أيمين عايفين شو رح نعمل رحين على الشغل عم بحكي عن أغلبية العالم حتى لو عم بيشتغلوا بالبيت صارت غير يعني غير ستركتشور يمكن أصعب في عندهم العائلة معهم بالبيت سوأكيد الحجر بيأثروا طريقة حياتنا بلس الحجر خلينا نحس حالنا شوي لونلي يمكن ومش عم نقدر نتواصل بطريقة كتير مع العالم متل ما كنا قبل والأسباب يعني كما يناقلنا يعني السياسة أكيد بكوان تأثر كتير مهم واحد ياخد بريكس مشكلة الوقت يكون حاطة التيفيو عم بيسمع عن كورونا وعن السياسة وعن الأشياء اللي يتزعجوا خاصة إذا هو عارف أنه هو الأشياء بتزعجوا يعني في عالم بيستلزدوا بالموضوع أوكي بس العالم اللي عارفين أنه أنا رح أنطوش أو رح إزعل إذا سمعت هؤلاء الأخبار ياخدوا بريكس مش ضروري كل نهار نكون عادينا عم نعمل هالشيء نقص من نهارنا نقول مثلا أنا من هلأ لساعتين ما رح اسمع شيء خاصة بالأخبار مثلا ونقص من نهارنا نحنا كيف شايفين ممكن يكون أكتر شيء مناسب لقلنا طيب تجينا العالم اللي قرد يكان عندها مشاكل من قبل عندها ديس أوردر قبل وهلأ بالحجر المنزلة تأثرت أكتر ما هيك؟ ايه بيكون ممكن يكونوا تأثرو أكتر يا أما بتزداد المشكلة يا أما بس هني دريس أبوستو أنه هلأ تسيك هلب أكتر يعني كمانا إذا حاسين أنه هايدي المشكلة عم تتزياد ما يتركوا هيك وما يعملوا شيء يا أما يلتجوا للسيكولوجيز تابعهم حتى لو أنلاين أو على التليفون أو فيديو كولز يشوفوا وين عندهم سبورت هني معهم بالبيت أو حتى أصحابهم ثرو فون كولز يجربوا ويجربوا أكتر شيء سبورت بيقدروا يعملوا لحالهم ليقدروا يقطعوا هالمرحلة وما يتركوها تخليهم تأثر عليهم أكتر وأكتر طيب وإذا حتى ظهر عليه أخذ العوارض مثلا دقة قلب رشفة كيف يسيطروا على هذا الموضوع؟ هني وبالبيت مثلا أوكي هلأ مش ضروري نحس حالنا مجبورين نسيطر على كل شيء لأنه ممكن هذا الشيء يخلينا نصير أضرب يعني إذا أنا مثلا عارفة إنه دقة قلبي عم بيطرق بسرعة مش ضروري إنه خلص هلأ خليه واقف فينا just go through it وفينا أكيدة نكون بهالوقت ولبعدين نليقي له طرق نتعامل معه إن كان هو موجود نقدر نكمل الأشياء تبعنا أو نخففه فينا نخففهم through meditation through breathing exercises through كتير أشياء وأكيدة through therapy إذا في مشكلة underlyinging نكون عم نعالجها مش بس إنه نكون عم نطلع على surface تبعه جين هل فيه on-line psychology يعني فيه حدا يتواصل مع حكيمة نفسانية on-line مثلا ايه في كتير من الصحيكولوجيس هلا عم بيعملوها on-line فيها تكون فيديو كل أو كل عادية وهذا الشيء كتير عم بيسهل كمان مثل ما الحكام عم بيبالش ويعملوها on-line نحنا كنا كمان عم بيبالش بهالشي من قبل و ايه في كتير هلا عم بيكونوا on-line وهل بيستفيدوا عن جد فيها؟ ياس بيستفيدوا في منهم بيلقوا uncomfortable يمكن شوية أول مرة يمكن لأنه قد يعملوا هاك شيء او مش معوادين او في منهم يمكن ما يكون عندهم سبيس خاص إلهم يحكوا فيه confidentially بالبيت بس وانس بيلاقوا مطرح قدرين يحكوا فيه بلا ما حدا يسمعون مثلا من العالم قاعدة معون بيصير اهوان وحتى لو كانت تغريبة شوي عليهم بيجوع بتعوضوا جيين شو بتنصح العالم يلي بتعاني منك قابة؟ شو بتنصح يوني يعملوا خصوصي بهلق بهالحجر المنزلة وبما انه خففوا التعبئة العامة شوي وصارت المجال اللي يظهروا اكتر ايه قلتي اول شغلي مثلا اذا هنه عارفين انه مزعوجين من قاعدة البيت فيهم يظهروا مش ضروري يكون فيه purpose معاين مش ضروري انه اذا ما عندي شغل يعني ما بقى فيه اظهر اذا بحسوا انه ولو انه خمس دقايق ظهرة من البات تمشي صغيرة بتساعدون فيهم يعملوا بدو نشوفوا هنه الاشياء بتساعدون فيها تكون هابي متل ما قلنا فيها تكون تمشي بدو يكون في شي اتليست شغلة بنهار حاسين حالهم دي look forward to it يعني عارفي انا اليوم اوكي يمكن مضطرة ادرس او مضطرة اعمل شي بس عارف انه عندي بريك ساعة رح عامل فيه شي انا بحبه وفيهم كمان متل ما قلنا ياخدوا بريكس مش يضلوا كل وقت عزات الشغلة ويعملوا سالف كار يشوفوا هنه كيف يهتموا بحالهم ما ينطروا حدا تاني يجي يهتم فيهم او يقلهم عمول هيك هيك شوف هنه كيف بيهتموا بحالهم فيها تكون شغلة كتير بسيطة مضرورة الاشياء الكمبليكيتد وهيك فيه تكون بس مجرد مثل حمام ما يصخن هدا بريحهم اوكي دس السلف كار انا يجي هنه يهتموا بحالهم جيين باي مرحلة لازم الشخص يزور حكيم نفساني في مراحل بتبقى انه صفا بتقطع بس مراحل ما بتقطع اي مطل الواحد بيعرف حاله انه انا لازم روح شوف حكيم نفساني كنا منقول قبل عن استزعال والدبراشن الفارق بينتون وقت الموضوع يصير يأثر على حياتنا يعني الفانكشناليتي تابعنا بالحيات اذا قادرين نكون فانكشنال ونشتغل بشغلنا بيدارسنا مع العالم حولينا اذا ويرستيل فانكشنال ويعني نوعا ما قادرين نسيطر عليها ونحله بس وقت اللي يصير نحس الشي عم بيأثر على حياتنا بطريقة كتير ناجتف ساعتها لازم نبلش نلاقي هلب او طريقة تحت نحله يعني جاين ان شاء الله يا رب ما حدا يضل حاسس بالكقابة وبتتحسن نفسي تلكل ويتحسن الوضع ككل ويعني الواحد ما بيستغني الا ما يمرق بمشاكل ويتعرض لقصص وظروف صعبة بس مهم يعرف يتخطيها وما يهمل الموضوع ابدا اذا صار جدا جاين شكرا كتير لقليكو اهلا وسهلا فيك انبسطنا فيك معنا اليوم شكرا كتير مشاهدينا بريك اصير منتبع فقرتنا خليكن معنا موسيقى 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 موسيقى